ترجمة نانسي قنقر بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبركات مقرونة بخالص الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك دعينا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ جلالتكم ويحقق لكم ما تتطلعون إليه من رفعة وتقدم لهذا الوطن الغالي وأبنائه الأوفياء ويعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمني والبركات ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببالغ الغبطة والسرور تلقينا برقية سموكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1440 هجرية وأننا إذن نشكر سموكم على مشاعركم الطيبة نسأل الله في هذا الشهر الكريم أن يحفظكم ويرعاكم ويعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمني والبركات على مملكة البحرين العزيزة والأمتين العربية والإسلامية إنه سميع مجيب ودمتم سالمين محفوظين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اشتركوا في القناة